في رسائل الحب والحرب يحدث أن تكتب عن مدن الموت تلك المدن المعمورة بملح الأيام وشوك الألغام لكن لن يحدث أبدا أن تنتهي الحرب فتنمو في الأرض ورودة إنما هي الذخائر والألغام تعاقبت الحروب على العراق واكتوت أرضه بنيران ورصاص وجثث وعبوات ناسفة ما زالت حية تحت أقدام الأطفال والنساء تقرير الأمم المتحدة الذي يكشف خطر الألغام في العراق يؤكد أنه البلد الأكثر ضررا في العالم من خريطة الألغام المزروعة فيه رائحة الحرب باقية بمخلفات حربية وأسلحة فتاكة بالبيئة والإنسان مساحة تقدر بثلاثة مليارات متر مربع ولكن تتخيل أن مدينة بالكامل لا شبر فيها بدون لغم وهذا ما يعنيه الرقم في حسابات المساحة والجغرافيا المدير الأقدم لبرنامج العراق الخبير بيرلودهاس يكشف عن زيادة في أعداد المخلفات الحربية والمواد المتفجرة بعد احتلال داعش ما يعني بصورة خطيرة أن هناك من لا يقل وزن عن خطورة إرهاب التنظيم في صناعة الموت وزراعته في الأرض العراقية حتى اليوم وقد يرتبط ذلك بشكل كلي في صانعي خلايا الكاتيوشا والسلاح المنفلت تغذية لحسابات خارجية أما نتيجة فما زالت البصرة الأكثر تضررا من حقول الألغام نهيك عن محافظات نينوى وكركوك والأنبار وصلاح الدين وديالا ومهما مولت جهات لمسح الأراضي والمساحات الشاسعة وإزالة أدوات الموت المستمر فأن العراقي يقبع تحت وطأة السلاح ما يجعل الشعب العراقي في صدارة الشعوب التي تسجل أخطر أرقام الإصابات والإعاقات الجسدية الدائمة ونسب الموت المرتفعة